بسم الله أبو الأبن والروح القدس لإله الواحد أمين أعود أكلمكم عن موضوع اسمه احتمال الوعز التعبير ده موجود في الكتاب المقدس أنتو نشكر ربنا بتحبه الوعز إنما موضوع احتمال الوعز لأنه أحياناً يبقى الكلام تقيل ناشف وإنت مش مستحمله لأنه فيه عتاب شديد أو فيه توبيخ أو يكون موضوع محتاج منك تركيز وإنت مش حاوز تتعب دماغك فتعالوا نشوف الإنجيل قال لنا إيه عن الاحتمال لأنه فيه سلسلة اسمها المحبة تحتمل اللي يحب ربنا يحب الوعز أو يحب يتعلم ويبقى عنده استعداد يستحمل إنه يعوض القعدة بتاعتكو دي يدرس يحفظ يراجع يفكر نفسه يسأل ويستحمل زي الطالب الشاطر اللي بيصهر ويذاكر عشان ينجح وتفوق في عبرانين 13 يقول أطلب إليكم أيها الإخوة أن تحتملوا كلمة الوعز تحتملوا كلمة الوعز لأني بكلمات قليلة كتبت إليكم يعني بوليس كان بيبقى عنده كلام كتير عاوز يقوله وبعدين بيحس الناس مش مستحملة فبيقول باختصار زي في مرة تانية قال سقيتكم لبنا لا طعاما لأنكم لم تكونوا بعد تستطيعون تستطيعون يعني تحتملون مش قادرين تستحملوا بل الآن أيضا لا تستطيعون يبقى في واحد يستحمل وفي واحد مش مستحمل إنما الشطارة أن اللي بيحتمل بيكبر لأنه بياخد الكلام المفيد وبيمشي عليه وبيتسحسن ليه الموضوع ده مهم؟ لأنه عارفين مشكلة شعب الله في العهد القديم في رأيي أكتر مشكلة أنهما ماحتملوش كلام ربا ماكانوش مستحملين صوت ربا ودي تقالت عنهم بالتعبير ده بالزبط تقال عنهم إيه؟ بولس وهو بيحكي حكاية اليهود زمان اليهود كان فيهم كبير قوي في حياتهم وقفوا تحت الجبل وربنا كان بيكلم من فوق الجبل وسامعوا صوته سامعوا صوت ربنا قالوا الموسى احنا مش قادرين نستحمل اطلع انت اسمعه وقول لنا بيقول ايه وطبعا دي كان معناها احنا مش نوين نعمل كلامه احنا مش فرحانين ان احنا نسمع صوته اساس قال انتو لم تأتوا إلى جبل ملموس مدرم بالنار وإلى ضباب وظلام وزوبعة وهتاب بوق وصوت كلمات استعفى استعفى الذين سمعوا من ان تزداد لهم كلمة لانهم لم يحتملوا ما امر به مش مستحملين اللي بيقولوا ربنا وعين مست الجبل ده بقى انظام اليهود كان صعب يعني في اليوم ده الجبل لو جريت عليه بهيما كده يضربوها بسهم لكن ما يجروش وراها عشان ما يقربوش من الجبل لانه كان يوم تاريخي كده وكان المنظر مخيفا حتى قال موسى انا مرتعب ومرتعد يبقى في واحد لا يحتمل رهبة الموقف مرة واحد قال لي انا ما باجيش الاجتماع لاني بخاف شنو بتخاف ليه احنا حد بيعمل فيك ايه قال لا بخاف اتأثر زيادة وبطل الغلط اللي انا فيه هي نفس المعنى لم يحتمل خايف يدخل يتأثر هياخد موقف ثم هو الموقف ده اللي هيدخل لك السام بس هو مش عاوز هو مقتنع انه او مش مقتنع هو مبسوط كده ففي ناسك للأسف كده مش عاوزة تتأثر زيادة لانها لو تأثرت لازم هتتغير وهي مش عاوزة تتغير في واحد ما بيحتملش الطقس يعني الشعب اليهودي كان له طقس شديد اعمل وما تعملش في واحد تلاقيه يدخل الكنيسة اعترض على كل حاجة يا اخي استحمل طب القدس ساعة ونص ساعتين ما تستحمل بيقولك مش عارف التناول بالطبور بنظام ما تستحمل تتيجي تتناول تبقى صايم ما تستحمل يعني مش بنطلب حاجات عذاب يعني لكن فعلا فيها حاجة اسمها استحمل انما كل واحد مش عاوز يصلي وهو نايم ومش عاوز يصوم وبعدين ما فيش ولا حاجة اسمها احتمال طب من غير احتمال مش هتوصل للسام لم يحتملوا كمان المواجهة يعني في واحد ما يستحملش انه حد يقوله انت غلطان حد يقوله في وشه انت شايف روحك انت متكبر انت عنيد انت اناني ما بيحتمالش انا مرة اخناق زوجية كده فبقوله الراجل ما عليش استحملني بصراحة انت اناني يا نهاري على انا نشكر الله ان انا لسه ما بقتش شهيد لكن ازاي وازاي اقوله وانا بقولها له بمقدمات يعني بمقدمات يعني ما تزعلش واستحملني بس انا شايف انك اناني وهو اناني ده اناني وشتين اناني انما انا بقولها له عشان بس ما استحملش خالص بسبب القعدة ومش ازاي انا اقوله انت اناني ده انت اللي عامله في امرتك يطلعك مش اناني بس انت مفتري لكن وبقى مش محتمل ان حد يواجهه في ناس كتيرة كده على فكرة يحاول يخضر ضميره ويحسس نفسه ان انا كويس فلو جي حد بس يشاور له على غلطة يكر مستحملوش كلم بقى كل اللي انا بعمله ده وتقول لي انت نقصك حاجة طب يا حبيبي ما كلنا نقصين وفي حد كامل في حد يقدر يقول انه مش نقصه ما تحتمل ايه المانع ان حد يوبخك يعني او يعطبك او يشاور لك على غلطة احتمال التبكيتي احبائي ضروري لخلاص النفس بولس الرسول مرة كان بيحكي وحكى عن البرج والتعفف والدينونة وكان بيحكي مع واحد اسمه فيلكس وفيلكس ده راجل بتاع دنيا مش بلوش في ربنا فاللي حصل انه فيلكس ترعب فلانه ترعب لان الكلام واضح ان انا رايح النار في واحد كده بيتقال له بطريقة لطيفة انت كده سكتك غلط ولو مدت هتروح النار ما لهاش معنى غير كده الدينونة بيقول اتكلم عن الدينونة العتيدة فقال له لا انا مش اتفضل دلوقتي بقى مش وقفناك كلام خلاص ارجع الزنزانة بتاعتك انا مش عاوز اسمع الكلام ده ولم يستدعيه مرة اخر ليه ما استدعهوش ده انت عندك واحد اسمه بوليس الرسول هيديك درس خصوص انت بيوعظ ملايين تقدر تجيبه وتحكي معاه وتاخد درس خصوصي لا انا مش عاوز اسمعه اساسا ليه لانه كلامه بيضيقني بيضيقك ليه عشان بيشولي على الغلط وانا مش عاوز اسيب الغلط بيغضحني بيقول لي انت انت انسان بتاعديني انت ماشي غلط ففي واحد تلاقيه ما بيحبش التبكيد يحانا المعمدان كان بيوعظ وهيرودس الغريب بقى كان بيحب كلام يحانا انما اول ما جات حتة لا يحل لك هيرودس قفش لانه دخلت في حتة غلط مع انه قيل في مرء الستة انه كان بيحب وعظ يحانا ازاي بتحب يحانا وكلامه طب وهو ما هو يحانا حقاني فجي عند الموضوع هيروديا ده وقال له لا يحل لك في واحد تمشي معاه طول ما بيمدحك ويشجعك لو شد عليك تقفش وتقفل يبقى انت مش عاوز مش عاوز تتعالج والعلاج فيه علاج مر سعاهت بس العلاج المر ده مهم احتمل التوبيخ والتبكيت لألا تكون مش عاوز تدخل السم ايه رأيكم انه يحانا المعمدان بقى بالذات كان الناس اللي تطلع له تطلع له الصحراء يعني متكلفين مشوار انما لو لقى فيهم رياء وكبرياء كان يسلخهم يسلخهم سلخ يقول لهم يا اولاد الافاعي من اراكم ان تهربوا من الغضب الآدم طب كان واحد يقدر يسمعه وعظة زي كده بتقول له انت ماشي غلط انت مقصر انت غير امين انت الحقتوب لألا لاحسن تفقد ابديتك تستحمل ولا ما تستحملش احتمال التفكيت قال عنه القديس بقول لسه يكون وقت لا يحتملون في التعليم الصحيح احنا في الوقت ده جماعة يعني مثلا الكلام عن الجهاد الروحي الشباب مش عاوزين يسمعوا كلام زي كده الشباب عجبهم قوي النغمة بتاعة انت بقيت قديس من غير مجهود عجباهم ريحاهم انت مش محتاج تصوم انت مش محتاج اب اعتراف انت مش محتاج الجهاد انت بقيت قديس لوحدك ايه هو الكلام ده مش محتملين بقى التعليم بتاعتنا اللي فيها ايه اتعب شوية جاهد اهرب لحياتك بلاش الالاقات العاطفية اللي ملهاش اخر دي حافظ على قلبك شوية لما نفسك لما عنيه يكلم ما يذهل انتو طلباتكو كتير اقوم فيبقى مش مستحمل بس هو ده التعليم الصحيح يا ابني سيأتي وقت لا يحتملون التعليم الصحيح بل حسب شهوتهم الخاصة يجمعون لهم معلمين يدوروا بقى على ايه اللي يقولي الكلام اللي يريحوا خلاص فيصرفونا ما سامعهم عن الحق وانحرفوني الى الخرافات ربنا يسوع نفسه حذرنا وقال اياكم تختاروا المعلم اللي يبسطكم اختاروا المعلم اللي يعلم تعليم صح فبيقول احترزوا من الانبياء الكذبة الذين يأتونكم بثياب الحملان ولكنهم من داخل زئب خاطفة يعني ممكن تبقى كلام ناعم وكلام معسول وشكله حمل بس من جواديب زئب فلا ما تمشيش وراء ايه كلام انت عارف الكنيسة بتقول ايه وعارف الصح ايه وهو ده اللي بيدخل السم وهو ده اللي بيطلع شهداء وقدسين انما كلام الناعم قوي ده منطلعش طبعا قدسين مرة تاني يقول كان هؤلاء اشرف من الذين في تسالونيكي فقبلوا الكلمة بكل نشاط فاحصين الكتب كل يوم بصوا بقى احتمال الفحص مرة واحد كنت بقى اشعار باشرح ايه رسالة ولا ايه وبعدين اكتشفت بعد اسبوع ان كل رسالة اقول منها جزء يروح في نفس اليوم يقراها كلها ويفحص ويراجع اللي انا قلته انا اتكسفته من روحي من غير ما اقول له اعمل كده لكن ياخد نفس الدرس ده ويروح زي الكلية كده شاطر يقعد بقى ويفتح الانجيل ويراجع كل اللي تقال ويجيب الجزء اللي قابله والجزء اللي بعده ويفتح كتب ومراجع ايه ده ده واحد شاطر بيذاكر فده هنا تقال عليهم فاحصين الكتب قبلوا الكلمة بكل نشاط ده مش بقى مستحمل لا ده بيعمل مجهود طبعا بيفرق يفرق كتير قوي عن واحد قاعد يسمع وينام ويصحاو وهو بعده ايه ودي بندينة بنضيع وقت كويس وبين واحد منتبه جدا وبياخد الكلام على نفسه وبيصلي في سره وهو بيسمع وعاوز يتغير دي عندي تفرق كتير دانيال كان عرف ان أرمية اللي قبل منه قال فيه سبعين سنة هتيجي صعبة على اليهود وبعدين هتتفك بعدها ما كانش دانيال ليحي يقعد مع أرمية أرمية سافر السماء قبل دانيال يمكن بخمسين سنة لكن كان معاهم نبوة أرمية فبيقول أنا فهمت من الكتب عدد السنين التي كانت عنها كلمة الرب إلى أرمية النبي اللي كمالت سبعين سنة على خراب ورشالي فيهمها ازاي بالصلاة بالتأمل بالدراسة بالصوم فيقول وجهت قلبي إلى الله السيد طالبا بالصلاة والتضرع والصوم والمسوح والرماد كل ده عشان يفهم يعني السبعين سنة يخلصوا إمتى فجاله رئيس الملايكة يقول له أنت راجل محبوب أنا جاي أقولك اللي هيحصل أنت تستاهل تفهم لأنك عامل مجهود عشان تفهم لأنك عاوز تفهم فلأنك عاوز تفهم وبتبحث لازم نقولك في ناس لا يعنيها تفهم كلمة ربنا مش فارق معهم مش فارق معهم يعرفوا ربنا عاوز إيه بالزبط في ناس بقى لا تحتمل الكلمة زي إيه في ناس تلجأ إلى الانفعالات النفسية يعني يحضروا اجتماعات مش عشان يتغيروا بالمعنى الحرفي لا هو بيحضر اجتماع عشان يكيف كيف فيقولك الاجتماع ده احنا نحس كده بالنشوة ايه النشوة دي يا خوي النشوة دي زي ما تشد نفسين كده فتبقى تعمل دماغ الاجتماعات بيعملوا بها دماغ يعني ايه اه في ناس بتفكر كده الاجتماع بالنسبة لي حتة نفسية كده اهيص نفسيا اعيط نفسيا بس الموضوع ايه بطلع طاقة نفسية كده طب يا حبيبي ده اجتماع يعني كلمة ربنا يعني طريق الحياة الابدية يعني نطلع منه ناخد قرار توبة ونجاهد ونشد حلنا لان الايام عمالة تخلص لا لا الموضوع مش كده هي هي موضوع كيف دلوقتي الدين احيانا بيبقى نوع من المزاج مش تقوى في فرق بين المزاج والتقوى ساعات كمان في ناس ما تحتملش الكلمة فيعملوا ايه يحوروا فيها يحوروا يعني زي مثلا كلمة حبوا اعداءكم فتلاقي ناس بتحور فيها لقولت يعني التق شر اعلقة التق شر بحب اعداءكم ما قالش التق شر ما قالش كده قال حبه صليله استحمله احسن اليه لكن ما قالش التق شر ترجمة دي او التفسير ده بتاعك انت لانه مش محتمل الكلمة فبيفسرها بدماغه صلوا بلا انقطاع هتفسرها ازاي دي قال يعني مثلا اول اليوم اقول يا رب واخر اليوم لا هو ما قصدش كده بيقول صلوا بلا انقطاع اكيد ما يقصدش اول واخر اليوم بس انت بتفسر بدماغك لي عشان مش محتمل انها وصيتها بدو صعبة ما نقول له يا رب مش قادر اعمل نفسي وصل ربع الصلاة بلا انقطاع لكن ما ينفعش انك تفسرها بدماغك عشان ترايح ضميرك وعدم احتمال الكلمة ساعات الواحد يتفادى الوعزات اللي فيها كلام حد شوية اول عنوين في واحد يقول لي ايه مرة يقول لي انا بفضل او دور كده في عنوين الوعزات اي وعزة بتقول ربنا بيحبك اهي دي اللي شغال اي وعزة تقول بقى ايه توب مثلا جاهد اصهر لا لا كلام ده مش طبعا ما يحبوش لا ما يطلبه المستمعون يعني هو بيناقي طب حلو انك تناقي موافق بس بتناقي ما بتسمعش غير نوع واحد اللي هو ايه ما بيطلبكش بحاجة الحقيقة اي وعزة لازم يبقى فيها برضو مطالبة لانه اليوم ان سمعتم صوته ما تقسوش قلبكم شوفوا هتعملوا ايه حتى لو وعزة بتتكلم عن ربنا الطيب ما في الاخر بتقولك اختش لازم عدم احتمال الكلمة ينبهنا الحاجة تاني يقول كونوا عاملين بالكلمة لا سامعين فقط خادعين نفسكم للأسف في الزمن ده كترة الوعزات وكتر الوعز مش حاجة وحش لكن لو وصلت انها حسست الناس انها بقت كويسة من غير مجهود يبقى دخلنا في مرحلة خداع الناس مع كتر الوعز تلاقيها لسه بتخاصم وبتعادي وبالدين وبتجري ورا الفلوس انما نسمع وعز ايوه نسمع وعزة الوعزة بتقولك ما تعملش الكلام ده يبقى في حاجة مش مزبوطة ما تبقاش خدع لروحك شوف الكلام وعمله وإلا هتتسئل علي لأن الكلام ده ما كانس الكلام نظري ده كلام مفروض يتعاش قيل لليهود أبطلتم وصية الله بسبب تقليدكم يعني عشان تمشوا أراءكم وقفتوا وعطلتم اللي ربنا عاوزه ليتك أصغيط الوصاياي فكان كنهر سلامك وبرك كالوجاج البحر أنا برضو شفت خادم في مرة كان في مؤتمر ما نسهوش الحيط كل عزة كان يطلع الجري بعد العزة نص ساعة دي يطلع على البحر يتمشى ويرجع على البريك نص ساعة الوعزة اللي بعدها ما يكلمش حد خالص ولا يشرب شاي ويسمع الوعزة والبريك الطويل يقعد برضو إيه واخده خلوة فلما فهمت أنت بتعمل قال لي بهضم أنا بهضم قال لي لأ أنا كلام بخاف يروح مني يا بختك أكيد طبعا استفدته من المؤتمر غير أي حد تاني لأنه خد الكلام على نفسه وبتركيز ده في ناس طلعت مئات المؤتمرات يتغيروا قد إيه وفي واحد يطلع مؤتمر يعمل فيه شغل لأنه مركز عاوز يتغير بيطلع بقرارات مع ربنا بيحول الكلام لصلا فتبقى الاستفادة مختلف عشان كده يا حبائي خافوا لأنه الوعزة مسئولية عليها وعليكم أو على الوعز والموعوز المسيح كان بيوعظ ضمن الناس الموعوزين طلعوا بطرس يوحانا ويعقوب وقدسين وضمن الناس الموعوزين ناس هالكين مش كده وكانوا كلهم بيسمعوا الوعز في ناس بعد يوم طويل من الوعز زمور تقول فليؤدبني الصديق برحمة ويوبخني صدقوني ويوبخني حتى لو قالها بطريقة بايخة ما عليش هستحمل بس أنا عاوز أستفيد لأني بغلط لكن صدقوني جلدات الكلمات أخف من جلدات التجارب اقبل أن تبقى في وعظة بتجلدك يمكن وفرت عليك تجربة هتجلدك أقولها تاني اقبل أن في وعظة بتسلخك بتجلدك يمكن تكون وفرت عليك تجربة كانت هتجلدك لكن لما تعلمت بالزوء من الوعزة ربنا قال خلاص بزيادة مش لازم التجربة في ناس تجيلها وعظات كتير قوي ما يردوش يسمعوها أو ما يردوش يتأثروا بيها فربنا عشان خلاص هم يضطر يجيب جلد بجد بقى عشان الواحد يتعدل صدقوني بنحتاج الجلدات الكلامية دي أخف شوية من جلدات التجارب كمان في وعظات طقيلة يعني في واحد أنت يقول لي أنا كنت بقرأ كتب روحية وبعدين أول معرفت سكة كتب الأباء بصراحة ما بقيتس قدر أرى غير كتب الأباء قلت له فهو ده كلام اللي قاله بولس قال الطعام القوي للبالغين يعني إيه؟ لما تقرأ كتب الأباء القدسين تحس إنك مش قادر ترجع تشرب اللبن العادي تصور عندك ولد 12 سنة تقول له بص أنت ليك النهاردة إيه؟ أخرك 3 كبيات لبن إيه هو ده؟ كلام ده لما كان 8 شهور ولا سنة لكن ده دلوقت 12 سنة ده لازم 3 طقات فالبالغ لازم يأكل كويس طب إحنا بالغين ولا أطفال لسه؟ البالغ يبقى لازم يدخل للعمق يعني إيه؟ بقى فيه كتاب في الإنجيل ما درستوش وإنت خادم مش الكلام ده؟ كلام ربنا وعندك في بيتك ما تفتح وتذاكر يعني إيه أنا ملياش في أساناسوس ولا كيرولوس ولا ماري صحاء ولا يوحن الدرج لا لأ ده كلام صعب لا مش صعب هو عاوز مجهود بس لكن هو مش صعب عربي يعني هتقرأ كلام بالعربي ومش صعب مش صعب في الفهم ولا في التطبيق لو واحد بيركز لكن فيه ناس بتبقى مش عاوزة تغوط مش عاوزة تعمل مجهود حتى التلاميذ في زمن المسيح قال لهم أنا بحكي أمثال للناس بس ليه كنتوا كخدام أو مسؤولين لا لازم أقول لكم ما وراء المثل قد أعطي لكم أن تعرفوا أسرار ملكوت الله أما للباقين فبأمثال حتى أنهم مبصرين لا يبصرون وسامعين لا يفهمون تدريب أول تدريب أقوله مرة كل أسبوع على الأقل اسمع وعزة باهتمام بتركيز بصلا يعني وانت بتسمع من فضلك اهتم وركز ولو مرة كل أسبوع فيه ناس بتسمع أكتر من عزة في الأسبوع لكن على الأقل عزة واحدة كل أسبوع ركز فيها واعتبرها رسالة شخصية لك واطلع منها بأي خطو اعمل منها أي قرار عشان ما تبقاش مجرد معلومات أو وقت حلو قضيته مع كلام كويس لا اطلع منها بحاجة صدقوني ممكن عزات في حياتنا تكون ثابت أثر تاريخي وفي عزات تانية راحت لحالها لو لقيت سؤال وانت بتقرأ ما تعدهوش يعني انت بتسأل على حاجات كثيرة وانت بتسألي الطبيخ بيعملوه ازاها طب لا افرد قلقيت آية مش فاهمها أو عندك سؤال فعلا محيرك طب ليه تتجاهله تطور أي سؤال له إجابة على فكر ولو الإجابة ما كفتكش روح دور تاني الكتب فيها إجابات والأباء عندهم إجابات والوعزات مليانة إجابات هو ده شغف المعرفة هو ده مجهود المعرفة هو ده اللي أصد المسيح لما قال فتشه فتشه الكتب بيعملو مجهود شوي ثالث تدريب حول كلام التوبيخ إلى كلام صلى ساعة تبقى في القداس ويطلع ابونا يوعظ في القداس وطبعا لا تقلوا الوعزة من ايه عاوزين نصلي أكتر من كده عاوزين نتوب أكتر عاوزين نبطل من فضلك وانت بتسمع صلي لأنك وانت بتصلي في استفادة بتحصل الكلمة بتدخل وتتغرس لو ما صلتش الكلمة تفضل على الوش واتطير إنما وانت بتسمع بروح الصلاة الاستفادة أكبر فاعمل مجهود شوية في صلاة داخلية أنا مش بقولك هتقوم تغير الكون ده أعل دور إنك وانت بتسمع ارحمني يا رب ساعدني يا رب قويني يا رب سامحني يا رب غيرني الكلام ده أنا مش بعمله يبقى انت بترد على الكلام اللي بتسمعه بروح الصلاة إذا نوع من احتمال الوعظ أو الاستفادة منه خليك دايما حريص في كل الوعظات إنك تمزق العظات اللي فيها رجاء بالعظات اللي فيها خوف يعني إيه إحنا في زمن في حرب يأس وصغر نفس كتير بيقيلهم نوع من اليأس والإحساس إنه مش معقول هندخل السمن وفي نفس الزمن ده في حرب استهانة وحرب رخاوة الحقيقة إحنا محتاجين ده ومحتاجين ده محتاجين نحارب اليأس بالرجاء فتبقى بتسمع وعظة بتقولك ربنا مش هيسيبك تهلك ربنا بيحبك ربنا معاك ربنا واخد باله منك ربنا سامع كل كلمة بتقولها ربنا مسؤول عن خلاصك المعاني دي انت محتاجها قوي في نفس الوقت انت محتاج الكلام اللي بيصلخ حاسب من الرخاوة شد شوي على نفسك ما تمشيش ورا هواك احفظ آيات ركز في شغل ربنا اخدم أكتر خليك أمين لأن من غير أمانة ممكن ما توصلش يبقى أنا محتاج ده ومحتاج ده محتاج اللي طبطب علي فيها في لحظة ومحتاج اللي يزعق فيها في لحظة وهو ده التوازن اللي موجود في الإنجيل والتوازن اللي يميز كنستنا الإبطائية لا فيها كلام خبط على طول ولا كلام طبطب على طول فيه ده وفيه ده يبقى أنت كمان أعمل التوازن ده لنفسك مش هتلاقي إنجيل ولا رسالة ولا أي كتاب من كتب العهد القديم والعهد الجديد خالي من المعنى يندور حتى صدقوني كتب الأنبياء أغلب كتب الأنبياء فيها توبيخ كتير لأن كان الشعب وسني ولا تخلو من رجاء يعني مثلا سفر يونان لو قعدنا نفكر فيه رجاء مليان رجاء فيه تخويف مليان تخويف لو فكرت فيه وده سفر احنا عارفينه سفر مثلا رعوص فيه رجاء طبعا وفيه تخويف أيوة حياة مثلا موسى النبي مليان رجاء ومليان تخويف موعز على الجبل مليان رجاء ومليان تخويف خوف مقدس اعمل التوازن ده مع نفسك فتبقى بتستفيد من كل إذا لإلهنا كل ماك ذكره